موسيقى عبر المورسكيون المطرودون من إسبانيا في القرن السادس عشر والسابع عشر والذين يقيمون حاليا ببلدان المغرب العربي عن استياءهم مما اعتبروه تفرقة وتمييزا عنصريا جاء ذلك بعد أن صادق البرلمان الإسباني قبل أيام على قانون يقر بمنح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم الذين طردوا من إسبانيا في القرن الخامس عشر وسيدخل القانون المذكور حيث التنفيذ في أكتوبر المقبل وستتمكن عائلات السفارديم الذين طردوا من إسبانيا من الحصول على الجنسية الإسبانية عند إثبات أصلها والصلة الخاصة التي تربطها بالمملكة الإيبيرية عبر إيجادة اللغة والاطلاع على الثقافة الإسبانية رغم أن هذه العائلات لا تتوفر على إقامة قانونية في المملكة وقال محمد نجيب لوبريس رئيس جمعية ذاكرة الأندلسيين التي تهتم بشؤون المورسكيين في المغرب إن القانون الإسباني لا يحترم التشريع الدولي الذي يحضر تمييز على أساس الدين وفق تعبيرها معنا هنا في الستوديو كما أشرنا الباحث والمؤرخ المغربي ومؤلف رواية المورسكي حسن أوريد سيد حسن مساء الخير ومرحبا بك معنا هنا في الستوديو مساء الخير تفسيرك لهذا القرار من قبل مدريد هذا القرار جاء نتيجة لقرارات سابقة منها أولا تقديم الملك أخوان كارلوس لاعتدار لما حقب باليهود من مظالم ثم تبني السنة الماضية لقرار من قبل الحكومة بتمتيع اليهود من أصول سفرديم بالجنسية ثم الآن مصادقة البرلمان على هذا القانون طبعا الشيء الجديد هو أن مجلس البرلمان باعتباره ممثل الأمة يصادق على هذه القرارات وهو من الناحية المبدئية شيء إيجابي أن يتم الاعتراف بحقوق شريحة من إسبان تم التنكيل بها وترضها لكن من الناحية المبدئية عدالة اختزالية ليست بعدالة لا يمكن أن يقصى الآخرون المسلمون أو من أسلموا لأنه على اعتبار أن كل الذين رحلوا من الأندلوس كانوا يعتبرون مسيحيين جدد هذه هي التسمية الصحية ثم من الناحية المبدئية إسبانيا استنت سياسة معينة تقوم على تحالف الحضارات واحتدنت من أولى اللقاءات فيما يخص حوار السلام أو مسلسل السلام بمدرس سنة 91 فكيفية من الكيفيات تعتبر إطار لتعايش الحضارات ولا يمكن إقصاء جانب أو جزء من هذه الحضارات عمليا يصعب تطبيق هذا القرار لأنه مشان بالنسبة للذين أتوا كيهود إلى بلدان المغاربية وأسلموا ما هو التوصيف القانوني لهاته؟ وهم يظلون يهود من أصول أندلوسية ولكنهم أسلموا هذا القرار لا ينطبق عليه لا ينطبق فهناك ثغرات عدة ولذلك في تسوري ينبغي إجراء حوار لم يتم هذا الحوار لم يبدر من السلطات الإسبانية أي بادرة هذا والسؤال كيف تبرر مدريدة الآن وهي التي يفترض أنها دولة أوروبية ديمقراطية تعترف بالمواثيق والعرافة الدولية أن تسمح لنفسها أن تمنح هذه الميزة إن كانت ميزة فعلا لليهود فقط وتستثني هذه الانتقائية تستثني المسلمين من ذلك وقد يكون الظلم الذي حق بالمسلمين في الأندلس أكثر بكثير من اليهود لا ينبغي إقامة معادلة فيما يخص هذه المسائل الظلم الظلم سأنمسى مسلمين أو يهود أو نصارى أو شيء آخر لكن تجزي الموضوع يعتبر اختزالا ويعتبر نوع من الحيف ثم كذلك نعم للموضوع حساسية ولكن هذه الحساسية لا تفسر تجاهل الموضوع لا بد من إجراء حوار ولم يبدو مثل ما قلت أي بادرة تشي بالرغبة إسبانيا من أجل إجراء الحوار مرت أصمح لي مرت تتحدثنا قانونيا هل يحق لدولة أن تتخذ هذا القرار قانونيا على أساس التفريق بين الأديان لأنه في الشرائع الدولية والقانون الدولي يحضر في أي قرار أن يتم الاعتماد أساسا على التفريق بين الأديان هو من الناحية الأخلاقي يطرح مشكلة ثم نحن لا نستطيع من الناحية العملية أن نقول بأن هؤلاء كانوا مسلمين أو مسيحين كثير من الأسر غيرت دياناتهم بما فيها اليهود أنفسهم اليهود كان هناك من الذين كانوا يهودا ثم أصبحوا مرانوس أي اعتنقوا المسيحية مع مخلفات يهودية ومنهم فيما بعد من اعتنق الإسلام فمسألة الدين هي متحول الثابت والارتباط إلى أرض تسمى إسبانيا أو إبيريا فلذلك يعني يعتبر إجحافا بالإضافة إلى أنه منافي لشرائع الدولية هل يمكن تحديد عدد معين لهؤلاء اليهود من ذوي الأصول الأندلسي الذين يحق لهم فعليا التواجه لإسبانيا وحوظها الجنسية أنا لا أستطيع أن أجزم فيما يخص عدد اليهود وبالأخص أن كثيرا منهم أتو كيهود ثم تحولوا إلى الديانة الإسلامية أو العكس لكن الذي نعرف من خلال شهادات وبالأخص شهادة الكاتب الفرنسي فولتير وأن عدد المرحلين بصفة عامة تقريبا مليون شخص وهو عدد ضخم بالنسبة لذلك التاريخ حدود ما بين 800 ألف ومليون شخص هذا من المسلمين واليهود أو فقط من اليهود من الهجرة الثانية كانت عبر مراحل المرحلة الأولى هي التي أعقبت تسليم مفاتح غرناتا ومست بالأساس اليهود وأجبرت المسلمين على التنصير ثم كانت هناك الهجرة الثانية عقب ما يسمى بثورة البخارس حينما انتفض المسلمون ضد قوانين تمس معتقداتهم في بداية القانون 17 لا قبل 1568 يعني كانت ثورة البخارس ثم كانت الحلقة الثالثة هو الثورة الأخيرة أو الانتفاضة الأخيرة بعد قرار الملك فيليب الثالث بطرد كل من هم من أصول أقول أصول لأن كثيرا منهم كانوا مسيحيين من أصول مسلمين وكان ذلك في سبتمبر 1609 بعض المصادر الإسبانية أشارت إلى أن العدد التقريبي والمتوقع للإسبان من ذوي الأصول من اليهود من ذوي الأصول الأندلسية الذين قد يحق لهم تقديم الأوراقهم الثبوتية للحصول الجنسية قد يكون 90 ألف شخص هل هذا العدد منطقي؟ هناك سجلات أنا ليس لدي معرفة دقيقة فيما يخص الأسر الذي أعرف بالنسبة للحالة التي أعرفها بعض الشيء وهي الحالة المغربية وأن هناك أسرا أسرا كثيرة أتت إما كمسيحيين جدد بصفتهم مسيحيين وأسلموا أو مسلمين أو يهود وأسلموا فالموضوع معقد لكن هذا لا يعني طبعا أن لا يجرى حوار فيما يخص هذا الموضوع نعم مثل ما قلت للموضوع حساسية ولكن ينبغي التأكيد على شيء المسألة لا تعني محاسبة إسبانيا الحالية هو جزء أو صفحة من التاريخ ينبغي أن تقرأ على إلاتها دون أن تكون هناك محاسبة أو فأد ضد إسبانيا أو شيء من هذا القبيل هناك من يقول بأن هذا القرار الإسباني هو ليس نبيعا من تأنيب ضمير أو أي شيء من هذا القبيل هو قرار مصلحي أساسا لأن حينما تسمح لليهود فقط فإنها تعلم أن عددهم سيكون قليل وأنها ستنتهي كمستفيدة منهم في حين سمحت للمسلمين وأعدادهم ربما بالملايين أو مئات الألاف قد يتحول في نية المطاف إلى عب اقتصادي واجتماعي على إسبانيا هذا وارد هذا وارد وفي اعتقادي المسألة ليست مرتبطة بمنح جنسي أو عدم منح جنسي المسألة هي في قراءة صفحة من التاريخ هذا هو المهم وإجراء حوار حول الموضوع هل اعترفت إسبانيا بأي ذنب خصوص المسلمين؟ لم تعترف بأي ذنب والتمست الأعذار بأنه يصعب تقديم اعتذار على أساس أن هناك دولا كثيرة طبعا المسألة ليست تقديم اعتذار لا للمغرب ولا لجزائر أو تونس أو ليبيا أو مصر أو تركيا أو حتى فرنسا لأن هناك أعداد كثيرة نزحت إلى فرنسا أو هولندا أو البرازيل المشكلة هو أن تقدم إسبانيا اعتذار إلى ذاتها أن تتصالح مع ذاتها المسألة ليست في تقديم إسبانيا اعتذارا لأي بلد ولأي ديانة بقدر ما في اعتقاده ينصرف إلى مصالحة إسبانيا مع ذاتها ما هي العوامل التي قد تدفع إسبانيا فعليا إلى الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية في مسارها التاريخي والوقوف أمام نفسها في المرآة وتقول أخطأت في هذه النقطة ويجب تصليح هذا الغلط أول شيء للموضوع حساسي ثم هناك مخلفات ما يمكن أن نسميه الفرنكية هناك جزء كبير من إسبانيا لا يزال خاضعا تحت تأثير إديولوجية الكنيسة لم تتحلل إسبانيا بعد من هذا الإرث أو هذا العب طبعا ينبغي أن ننظر إلى إسبانيا على أساس أنها متنوعة وهناك أطياف معتدلة وحالفية هناك أيضا صعود التيار اليساري أيضا هناك يعني هناك عناصر فليبي كونزاليس مثلا أو ساباتيرو كل هؤلاء ينظرون إلى المورسكين كإسبانيا بغض النظر عن عقيدتهم ويمكن إجراء حوار مع هذه الأطياف من إسبانيا كيف تقيم جهود المورسكين المسلمين المغاربة والجزائرين والتونسيين من أصول أندلسية في هذا المجال هل يقومون بما يفترض أن يقوموا باتجاه إسبانيا كضغط في هذا الاتجاه الاعتذاء؟ هو مفهوم أن تقوم بعض الفعاليات من أصول مورسكية بعمل وهناك جهد سواء في المغرب أو في تونس وربما كذلك في الجزائر بل حتى في ليبيا ولكن المسألة ليست مقتصرة على من هم يتحدرون بالأساس من أصول مورسكية المسألة تهم بدرجة أولى حضارة بغض النظر عن من يتحدرون من أهنهاته الأساس هل يجب أن تتبنى هذه القضية جهة رسمية؟ دولة معينة جهة رسمية؟ ولما لا؟ لأنه في نهاية المتاف المورسكيون أدوا ثمنا لأنهم كانوا يرمزون إلى حضارة فمن الوارد جدا أن يتم تبني هذا المطلب على مستوى رسمي هل يدخل في هذا الإطار ترسيم الرافد الأندلسي في الدستور المغربي الأخير؟ طبعا الدستور المغربي تبنى مكونات أساسية مما قد يسمى بالهوية المغربية وطبعا هذا البعد كان حاضرا في الثقافة أو في العمران أو في كل أشكال الثقافة لكن ترسيمه على مستوى الدستور أعطاه زخما قويا إنما موقفه هو أن قضية الأندلس لا تهم الأندلسين وحدهم بل تهم على الأقل في مستوى المغرب المغاربة كلهم وهكذا ينظر إلى الأمر هناك في دول شمال أفريقيا من يتحدث كثيرا عن هذا الموضوع لكن من منطلق آخر ليس منظور حضاري ومظلمة تاريخية من منطلق مصلحي كلهم يتحدثون عن الحصول عن جلسية إسبانية وكانها أصبحت ميزة يتنفس فيها المتنفسون هناك أشياء تسيء إلى هذا الطرح منها أولا محاسبة إسبانيا على أساس أنها أقامت أو قامت بعملية إبادة والواقع أن الذي قام بعملية إبادة هو إيديولوجيا وليست إسبانيا وإيديولوجيا محاكم التفتيش وإسبانيا نفسها أقامت جردا ومحاكمة لهذه الإيديولوجيا فلذلك لا ينبغي أن نخلط بين الأمور وطبعا حينما نطرحات القضية على أساس محاكمة إسبانيا هذا يسيء إلى الملف ثم هناك الذين يطالبون كذلك بتعويضات أو الذين يطالبون هذا كله يسيء إلى الموضوع المسألة هو في اعتقادي اعتراف إسبانيا بجزء من تاريخها وذلك يتم في اعتقادي بالاعتراف بجزء من أبنائها الذين هم الموريسكيون والذين يمثلون هذه الحضارة أود أن نسألك أخيرا عن ربما سؤال ثقافي باعتبارك رواي أهمية الحضارة الأندلسية ومدى إسهامة في حضارات شمال أفريقيا وحتى أشرت إلى تركيا ومصر ودول أخرى من الضروري أن نستحضر أهم شيء يميز هذه الحضارة أولا هو التسامح ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تحتضن مدريد في سنة 1991 يعني مؤتمر مدريد الذي أرسل نواة الأولى لمسلسل السلام فعملية تسامح شيء أساسي وهو الذي يطلق عليه الإسبان كلمة معبرة لكوفينسية تعايش هذا من جاء ثم الجانب الآخر المميز للحضارة الأندلسية هي مزاوجة بين العقلانية والروحانية ولذلك برز فلاسفة مثل ابن روشت وابن باجة وابن ميمون يعني زاوجوا بين العقل نزوه العقل أو الفلسفة والشريعة أو الدين على خلاف الحضارة الغربية التي أقامت نعم من المصادمة بين هذين البعدين الشيء الآخر مميز للحضارة الأندلسية هي التوفيق بين الجمالية والفعالية ولذلك يعني عرفت الحضارة الأندلسية أشكال بهيجة من الجمال سوء في المعمار أو في الحضائق وهذا في اعتقادي مادة يمكن وينبغي أن تستوحى بالأخص في الظروف الراهلة حضور الثقافة الأندلسية وهذا التاريخ هذا الإرث الأندلسي في الأعمال الأدبية والروائية العربية وأنت ألفت الرواية الشهيرة الموريسكي وأيضا ديوان صدر لك حديثا زفرة الموريسكي ما مدى حضور هذا الزخم الأندلسي في العمل الأدب العربي هو حاضر بقوة وأنا أستحضر هنا ذاكرة المرحومة ردوى عاشور وهي رواية وأستاذة للأدب الإنجليزي في القاهرة توثيت قبل شهور وقامت بعمل جبار ثلاثية غرناتا والذي يعتبر في اعتقادي إثابة لذاكرة الموريسكيين فالمسألة ليست حكرا على البلدان المغاربية بقدر ما أنها تهم الذاكرة المشتركة لكل المسلمين تماما شكرا جزيلا لك شهد حسن وريد الباحث والمؤلف المغربي شكرا يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك شكرا جزيلا لك شكرا لك